الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب ومن ورائه الحزب الجمهوري يكثفان جهودهما على كل المستويات لتجاوز تحديات خوض ترامب غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل من بين تلك التحديات جمع التبرعات للحملة الانتخابية وحسب حملة ترامب فإنها تمكنت من جمع ستة وسبعين مليون دولار في أبريل الماضي أغلبها من مانحين صغار مبلغ تجاوز ما تم جمعه في مارس الماضي بأكثر من عشرة ملايين دولار مسعى يأتي بهدف مواجهة تفوق الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي بشكل دائم على حملة ترامب في جمع التبرعات التمويل ليس العقب الأهم أمام ترامب بل المعركة القضائية المتعلقة بعدد من القضايا المرفوعة ضده من أبرزها ما بات يعرف بقضية أموال الصمت حيث بات ترامب يقضي وقتا طويلا في قاعة محكمة منهاتن في محاكمته الجنائية بسبب اتهامات بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورم دانيالز مقابل سكوتها عن علاقة جمعته بها وفي آخر تطورات هذه القضية تسريب تسجيل صوتي من محام ترامب السابق مايكل كوهين التسجيل كشف أن ترامب وكوهين كان يناقشان خطة مزعومة لدفع 150 ألف دولار لستورم دانيالز التي زعمت أنها كانت على علاقة خارج نطاق الزواج مع ترامب وجرت المكالمة في سبتمبر عام 2016 التحدي الآخر هو ما يتردد بشأن الحالة الذهنية لدونالد ترامب حيث شهد الرئيس السابق وهو يغفو على طاولة الدفاع كل بضع دقائق أثناء محاكمته في منهاتن بينما كان محاموه يحاولون إيقاظه وتكرر الأمر خمسة أيام على الأقل من الأيام السبعة التي مثل فيها ترامب أمام المحكمة وحسب خبراء فإن النوم بصورة لا يمكن السيطرة عليها خلال النهار أمر شائع بين مرضى الخرف